بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان هذه الليلة التي وردت فيها آثار كثيرة وأحاديث تدل على فضلها فقد ورد عن سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله سبحانه ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من مسترزق فأرزقه هل من مبتلا فأعافيه هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر فهذه الليلة ليلة مباركة ينبغي أن تستغل وأن تغتنم في الدعاء وفي الاستغفار وفي التبتل إلى الله سبحانه وتعالى وفي سؤال الله سبحانه وتعالى العافية في الدنيا وفي الآخرة وورد حديث آخر عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة فقمت أتحسسه أبحث عنه فإذا هو بالبقيع فلما رآني قال أخفتي أن يحيف الله عليك ورسوله قالت السيدة عائشة فقلت وما بي ذلك قلت لعلك ذهبت إلى بعض نسائك تداعبه صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا عائشة ألا تعلمين أي ليلة هذه قالت الله ورسوله أعلم قال إنها ليلة النصف من شعبان وإذا كانت ليلة النصف من شعبان فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب قبيلة من القبائل العربية تعرف بكثرة أغنامها فيدلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عظم المغفرة الإلهية في هذه الليلة العظيمة وأن الله سبحانه وتعالى يغفر للكثير من عباده ولا يغفر الله سبحانه وتعالى إلا لمن التجأ إليه ومن وقف بين يديه ومن طلب منه المغفرة ومن طلب منه العفو والعافية وورد عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يطلع الله سبحانه وتعالى إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح فالذي لا يغفر الله له في هذه الليلة هو المشرك أو هو المشاح وهذه دعوة لنبذي الشحناء والبغضاء دعوة للمصالحة دعوة للصفحة عن الناس دعوة لترك الإساءة والعفو عن كل ظالم فهيا نغتنم هذه الدعوة وهيا نغتنم هذه الليلة هيا نقيم ليلها هيا نصوم يومها هيا نتبتل إلى الله سبحانه وتعالى ونتضرع إليه بطلب العفو والمغفرة ونتوسل إليه بمقاعد العز من عرشه ونتوسل إليه بأسمائه الحسنى أن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يرفع درجاتنا وأن يصلح أحوالنا وأن يصلح أحوال أمتنا وأن يرفع شأن بلادنا وأن يقي بلادنا من كل مكروه وسوء وأن يتقبلنا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا سألت السيدة عائشة رضي الله عنها سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم عن ليلة القدر قالت يا رسول الله لو أني أريت ليلة القدر ماذا أقول فيها فقال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عننا ليدلنا صلى الله عليه وآله وسلم على خير الدعاء وهو طلب العفو والعفو يعني محو السيئات وقبول العبد عند الله العفو يشمل الدنيا والآخرة العفو هو النجاة بين يدي الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح في هذه الليلة المباركة وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا إنه سبحانه وتعالى كريم بالإجابة جدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته